يجب الإصغاء للمتظاهرين في البصرة هذا ما دعت له مؤسسة باكس الهولندية المعنية بشؤون الأزمات والنزاعات في العالم وبناء مجتمعات عادلة وسليمة مؤسسة باكس أكدت أن حجم الاحتجاجات واستمرارها وامتدادها الجغرافي قد فاجأ الكثيرين داخل العراق وخارجه إلا أن طبيعة الظروف في البصرة جعلت منها حقيقة حتمية ففي أحدث استقصاء للأمن البشري أجرته مؤسسة باكس أكد وجود صلة بين تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة وتزايد عدام الأمن مع تصاعد حدة التظاهرات الاستقصاء كشف عن استياء نحو 80% من العراقيين من تدهور واقع التعليم وارتفاع نسب الفقر وعدم وجود فرص للعمل فضلا عن تحميل نحو 50% منهم الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم مسؤولية تدهور الأوضاع فيما أبدى الغالبية العظمى تشاؤمهم بشأن المستقبل حيث أكدوا بأنه بات من المحتمل جدا أن يصبح ضحية للعنف في العام القادم محافظة البصرة التي تعد مصدرا للثروة لما تملكه من احتياطات نفطية ضخمة إلا أنها تتميز بارتفاع معدلات البطالة وضعف تقديم الخدمات وتدهور البيئة وزيادة معدل الجرائم وهو ما تزامن مع النقص الحاد في الكهرباء والمياه الذي سبق احتجاجات هذا العام فالمنطقة الخصبة بين نهري دجلة والفرات لا يوجد فيها سوى مياه مالحة وملوثة تتدفق من صنابيرها وهذا ما تسبب بحدوث أكثر من مئة ألف حالة تسمم في الأسابيع الأخيرة أما رد القوات الحكومية والأحزاب المتنفذة بميليشياتها المسلحة فقد قمعت تلك التظاهرات بشكل عنيف وهذا ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات واعتقال وتغييب آخرين كثيرين مؤسسة باكس كغيرها من المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان طالبت السلطات في بغداد بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين فضلا عن معالجة المظالم واستعادة الخدمات الأساسية لسكان البصرة بدلا من التذرع بحجج بعيدة عن الواقع أو محاولة تصدير الأزمات عبر اعتماد سياسة تبادل الاتهامات ترجمة نانسي قنقر